السلام عليكم انشاء الله تكونوا بس صحتكم وليحة صحة عيدكم صحة واشيشكم انشاء الله تكونوا عاية وبصحة والهافية مع كامل الأهل والأقارب نبدأ الحكاية تاليوم السلام عليكم ومرحبا بكم أنا كهينة في عمري حاليا 30 سنة متزوجة ومكثة في البيت وام لي طفل وطفلة متوسطة الجمال وعائلتي متكونة من 4 أفراد وأنا الخامسة عائلتي حبوني بالزباحكم أنا هي المزوزية تعدار حبوني كامل والحمد لله يا ربي تلموا بابا يحبني بزف ممكن كانوا يجوني الخطابة ما يقبلش ويقول ما زلت صغيرة أنا حكايتي بديت نهار كي ميت جدي الله يرحموا يوسع علي ذاك نهار قبل ما نسمعوا الأخبر كنت عادي خلاص نت الصباح رحت وجدت روحي ورحت نقرة في الليسي عادي حتى جت المراقبة عندي قلت لي رهجة بابك يديك قلت لها وش كاين ما تقول لي الجدي ميت برك قلت لي ايه الله يرحموا وانا على بلي حسيت على خاطر ما كانش حتى سبب يخلي بابا يجي للي ستانا ما ليناش احنا الجنازة لولايا خلاف بحكم انا نسكن في تيزي وزو واخوالي يسكنوا في البليدة وكيصلنا متنا بلايا وذي كان نهار انا كنت صايمة كي اذن المغرب تهشيت حتى جيت لي يا خالتي قلت لي راهي كاينة وحتى شافتك في الجنازة تاجدك وحبت تخطبك لوليدها قلت لها بعدها خالتي وش بيكلنا في الجنازة خلنا من هذك الهاضرة قلت لي دبري راسك انا قلت لك برك قلت لي ما ليش صحيتي وضع من ذاك عودت لي خالتي قلت لي راني رايحة دارتها ياسمينة اذا اجي معايا قلت ليش كوني ياسمينة هذي قلت لي المرأة اللي حكيت لك عليها البارح وقلت لك عليها رايح بتخطبك رجلها رايقي نروح نلقي عندوز الشقرة ونولي قلت لي يا اوكي نجي معك عادي رحنا وانا بيها وانا شيخ بطريك وصلنا للدلطب طبطمنا على الباب بحلتها لينا واحد لمرأة غير شفتني جيت ليا سلمتها ليا وقاتت لي ما عليش ندي بنتي عروسها انا حشمت مت قلت لها ان شاء الله اذا كنت بربي وعايدت لرجلها بش يرقي وفي نفس الوقت رحت عندو وليدها وقاتلوا ليا وخرج شيفني بلا ما يمرق هزاما بلحنا فقط له بلي يمه قاتلوا ليا وروح شوفها ولينا للدار وقلت الماما قاتلوا يشوفوا مع بابك وولي في المكتوب ربي يجيبها هي حاول التهدر معه بصح ما حب الشياء يمدني لهم اخلاص ولن غيرهم يعني رافض رافض نهائي كما قلت لكم مسبقة يشوفني دائم ونصغيرة وهذا كل وقت كان في عام 22 سنة ما استغربوش 22 سنة وكنت ما زل لغرف اللي سي المهم بشوية بشوية حتى بابا ولا مقتنعه والحق النهار اللي جولينا التي زي وزو بها يخطبوني رسمي أناش في ذك النهار السبت نصد بكرة نوجد في روحي تقول لا أنا رايحة نروح عروسة مشي يا يخطبوني والفرحة هذيك عمرت قلبي ما ليناش وصلوا للدار وجتيمه وبابه واختو مع بنت صغيرة وعمتو وجدو حطينا لهم فطر بحكم جوا من البعيد من بعدها جت اللحظة الحاسيمة وينراني هنا راحا نشوفه ويشوفني بصح ما شي وحدنا كانوا معايا كانوا معايا خاوتي في زوج وقفوا لي عند رأس الباب مقدرتش قاعد شوفوا آليز حتى هو كيف كيف بصح مع الأخر عاود شيفني بصح وحدنا بك ويمه نحيت للخيمار وقال له هاي شوف هاش حالشي بالله يبرك عليها من بعدها قالوا بابا ملا ويش قلت قال لهم نسقصي بنتي إذا راهي قابلة إذا قالت إيه أنا معادي ما نقول الكلمة اللخرى ترجع لها وأنا بالطبع قبلت به ودينا قدروا لي الخاتب بما أنه مبعاد قال لهم نظل وش رايحين جايين وحد النهار قلت ولا غير نعيط لي ما نسقصي عليها وكيف كان الحال عيط لها بعدها جوزت لي بنتها اللي هي اللوستي بحكينا شوية وتعارفنا أنا وياها من بعدها قلت لها محمد أهتم ميكا قلت لي إيه وفي قيقا غيرت رأيها قلت لي ليلة خرج الاستغربت بصح ما ديتهاش فيها زالوا فاتولي عاودتنا عيط سقصيتها لأخوها قلت لي ميكا شو خرج وأنا سمعتوكي قالها قولي لها خرج من بعدها خلاص قلت لها بقي على خير كوبيت من بعدها قعدنا أيامات عايت لي قلي خلاص للمكتوب بيناتنا قلت له ليش قل لي عقلتك وعقلتي ماشي كيف كيف وأنا قلت له يك جام مهترنا أنا وياك كيفاش شاء عرش بلي ماشي كيف كيف عقليتنا هذا من بعدها سكت وكوبها اليوم من هذك النهار ما سمعتش هذك الصوت قاع من بعدها أنا سمعت بلي هو تزوج واللي تزوجها ظهرت هي سبب فراقنا وذور كارها عنده بنت وأنا ثانية تزوجت وعندي طفلة وطفلة وشاءت الأقدار وتلاقينا أنا وياه هو جاب بنته واحتمها من يدها وأنا جبت أوليدي معايا فظرفيا هو وعود حط راسه في الأرض وأنا نمشي وراسي مرفوع ما عندي علاها نحشم هو اللي خلني في وسط الطريق ماشي أنا اللي خليته إذا كان خلني بسبب السحر راني مسامحاته دنيا وآخر على خطر يماه من حشم ونتبهتي للقاتلية ممكن عنده سحر وإذا دارها بغرضه نمكل عليها ربي ونسمح لهش وفي الأخير حبيت نشكر والدي اللي وقفه معايا وخالي كامال اللي جام يخلني في فطرة الاكتئاب اللي حاكمتني على جال الخاطيب هذيك ونشكر مارت هو يا لازيزة واللي وسمها كهينة مثلي ونقلها نحبك المتاليك وربي حفظك لوليدتك إن شاء الله ونقلها إن شاء الله المزيودة تاعك اللي سميتها حفظها دانية تتربى في عزكم إن شاء الله يا ربي وله لاتكون نهاية الحكاية التاعي أكيد ما حكيتكم مش تفاصيل التفاصيل لأنه فيها بزيب خاصة كمحكة من الاكتئاب وهاكذا بصحة أكذك وحبيتكم تسمعوا حكايتي ونفرق قلبي وإن شاء الله تعجبكم الحكاية التاعي وتدعووا لغاب الخير وندعلكم ربي يفتحها عليكم ويفرحكم إن شاء الله